السلام عليكم سأفتح هذا الفيديو بالحديث للنبوي الشريف من تشابه بقوم فهو منهم والمقصود به هم قابط حماس الإرهابيون الذين يتشبهون بالإيرانيين فيحيون ما يسمى بيوم القدس العالمي أي يوم القدس الإيراني الذي أعلنه أيض الله الخميني بعد ثورة الشيعية أم تسعة وسبعين ليدنسوا اسم بيت المقدس بإرهاب إيراني الشريعة الإسلامية وصنة نبوية برئتان منه فبأي بدعة مذمومة تأتون وبأي حق تتبعون إرهاب إيران اتباعا أعمى لصبغ المنطقة بصبغة نظام إيراني المحدود قادة حماس أنتم تتشبهون بملال إيران وأمثاله من حزب الله وغيرهم أنتم متشيعون رسميا وفق الحديث النبوي الشريف وعلى أصص النظام الإيراني ألم تقرأوا نصوص أهل الذكر من العلماء والفقهاء آباء الشريعة المحمدية الذين حذروكم بشكل واضح وصريح من خطورة الشيعة في نسخة النظام الإيراني هذه عليكم وعلى شعبكم إذ قال مجدد الدعوة السلفية الإمام محمد بن عبد الوهاب أن خطورة أهل البدعة على الدين الإسلامي فقال فانظر إلى كلام هذا الملحد تجده من كلام رافضة فأولئي أشدوا دررا على الدين من اليهود والنصارى ألا ترون خطورة الإيرانيين عليكم من خلال هذا القول فتنهلون بشتم ولعنة على من ينصحكم ويهديكم بينما هو من غير دينكم وأقصد أنا وتطبعون الإيرانيين الذين هم أخطر من أي نسان آخر أو من أي جهة أخرى عليكم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة مفسرا الخطر الشيعي كما سماه على السنة وأن أجده مناسبا للخطر الإيراني على المنطقة هذه الأيام خطر فيلق القدس الإيراني الإرهابي خطر النظام الإيراني فقال وعلم أن أصلهم ومادتهم منافقون اختلقوا أكذيب وابتدعوا آراء فاسدة ليفسدوا بهدين الإسلام ما زلتم توالون هؤلاء الفاسدين وأنتم تدعون الإسلام واحترام الإسلام وتوقير علماء الإسلام أي احترام هذا وأنتم تضربون بأقوالهم عرض الحائط متفاخرين لا تناثق فالله عليم بما تخفي القلوب ليس فقط الفقهاء القدامى كنواعين لهذا الخطر فكذلك هو شيخ يوصف القارضاوي الزعيم الروحي للإخوان المسلمين عامة ولحماس خاصة فقال خطر الشيعة وهو يقصد نظام الملالي الإيراني بشكل مباشر غير مسعي للتقارب بين المذاهب فهو تحدث مباشرة عن هذه المحاولة الإيرانية للغزو الفكري في العالم السني فقال خطر الشيعة في محاولاتهم غزو المجتمع السني وهم مهيئون لذلك بما لديهم من ثروات مليارات من يتوالى منكم النظام الإيراني وموقفه العدوانية فإنه منه وهو يلقي بنفسه لتهلك لا تنقاضوا وراء قيادات إرهابية فاسدة هدفها جركم نحو دمار فإن حاولتم التخريب تحت عمامة إيرانية ستلقون فشلا في الدنيا وعذابا في الآخرة فاعتبروا يقول الأبصار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته